موسيقى قالت مصادر محلية أن فقيها في غقده الخامس لقيا مصرعه صباح اليوم الاثنين تاني عشر غشت نجاري الذي يصادف يوم عيد الأطحى المبارك خلال حادثة سيرين وقعت بمنطقة سيدالي بن ابراهيم بجماعة بن عياض التابع لنصود التراب لإقليم أزلال وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين مدينة ايفاس ومراكوش الحادثة وقعت حين فقدت ضحية المنحدر من دوار سيرينت بجماعة الترابية بانز السيطر على دراجة صينية الصونة كان يقودها باتجاه منزله ليسقط جانب الطريق مما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس عجلت بوفاته في عين المكان حسب المصادر هذا وانتقلت لمكان الحادث عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بن عياض من أجل المعينة فيما تم نقل جدة الهالك لمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي لابن ملال اشتركوا في القناة